صباحه الطبيعي انه لما الكرة تقدم لنا ماتش زي لتلاعب مبارح انه يقعد على رواقه واجهز للحلقه وصور ومنتج بس النهاردة طبعا مفيش اي رواقه خالصه ولو لقى انه من حق كل واحد بيشجع منشاستر نايتد على صباحه كرة انه يصحى تاني يوم من ماتش زي ده يلاقي حلقه معموله على فرقته على الانتصار التاريخي ده فمفيش شك انه النهاردة مكنتش صورت حلقه خالص لان مفيش نفسه لا وما تفتكرش ان انا مجبر اصور حلقه النهاردة عشان فيه سبونسر لاني عادي جدا كنت اعوضها لهم في اي حلقه تاني بس بسبب الرئيس ان انا قاعد هنا دلوقتي علشان اتكلم على الماتش اللي يستحق ان انا اتكلم عليه هو احترامي ليكم لكل واحد بيتابع صباحه كرة لان انتو السبب اصلا ان القناه دي والبرنامج ده موجود ولما يكون فيه ماتش مهم ومعملش عليها حلقه اقولكم ان كان عندي ظروف بيكون فعلا عندي فيها ظروف وما بحورش يعني عشان كده محورتش النهاردة عارف ان صباحه كرة دلوقتي المفروض تكون مهنه اكتر من هيا هوية وفي الوقت اللي فيه ناس بتقول ان انا بأفور قوي اذا كان في وقت الفرحه او في التعبير عن المشاعر اللي جوايا وفي الاخر انا حتى لو حاولت فمبعرفش اتصنع لاني مشجع كرة زي زيكم ومبعرفش افصل ما بين المشجع واللي بيقدم البرنامج ده وعشان كده انا قاعدة النهاردة عشان اتكلم على الريمونتادة اللي منشاستر ينايتد عملها مبارح على بي اس جي بس الحاجة اللي مش هقدر اديها لك ان انا اتكلم بحماس وبنفس دي فعلا حاجة انا مهما حاولت مش هقدر عاملها ولا هقدر اعلي صوتي اكتر من كده لان ده اللي متبقي منه اللي كان اصلا رايح امبارح بعد المطش اللي مش عايز افتكره منشاستر ينايتد يحقق ريمونتادة بالعقل والمنطق وحتى في الملعب كان باين او انها مستحيلة وان نوعها التانية باريس سان جرمان يودع دول الابطال للمرة التالتة على التوالي من دور الستاشر ومن ملعب حديقة الامراء في باريس وطبعا زي ما انتم متحققين فانا ما كنتش بتفرج علماتش باريس ويونايتد لاني كنت بتابع خروج روما على هاد بورتو في الاشواط الاضافية بهدف في لحظات الاخيرة ولكن طبعا في الليلة ما جاليش فيها ريحة النوم عادت فرجت علماتش العادة وبالتاني اقدرنا انا اقولكم يلا بينا نخش في التفاصيل مابدايا كده ما اعتقدش ان فيه اي مبالغة في وصف اللي منشستر نويتد عاملوا مبارح في باريس ده بانه الشيء مستحيل لا ومش مستحيل عادي ده من سابع المستحيلات ومن كتر ما ان عبارة الكرة ما فيهاش مستحيل دي حقيقية فاحانا بتكبرنا اننا نرمي الاحصائيات والتاريخ والتكتيك والدراسات وكل حاجة مش شباج لان احانا الاحداث ما بيكونش فيها اي نوع من المنطق وصعبة قوي تتشرح او تتفاصل يعني النهاردة مثلا ممكن اقعد عادي جدا وامسك الايباد واشرح ازاي ان سولتشاير قرر ان هو يلعب بخمسة تلاتة اتنين تلات لعيبة في قلب الدفاع علشان يقفل المساحات على مبابي ومعرفش يتحرك جنبهم ظاهرين ما بيتقدموش وبيضموا الجوه علشان يحدوا من خطور PSG في الاطراف وفي المقدمة لوكاك ومحطة وراشفورد السريع بيتحرك من عليه بالذات ما حيتدلمين عشان يستغل المساحة اللي هو ورا بيرنا ممكن جدا ان يقعد اتفنن في ايجاد تفاصيل تيك تيكية رجحت سولتشاير واخطاء تيك تيكية من تخر عجزة فريتو ولكن في النهاية فمش هتفرق بصراحة لان مفيش اي تيك تيك ممكن يشرح لي ازاي مدافع باريس سان جرمان كيرير قرر ان هو يباصي الكورة بعد دقيقتين من بداية المباراة للوكاكو عشان يجيب بيها جول الاول ولا ازاي حارس مرمى بخبرة وقيمة بوفون ما يعرفش يمسك او يبعد شوطة زي بتاعة راشفورد فيرجحها اللوكاكو عشان يجيب الجول التاني ولا طبعا ازاي ممكن شوطة من اصل خمس شوط شوتشوتوم يونايتد في الماتش كله تتشوت في الديع اربعة وتسعين فتيجي في دراع كيمبنبي وهو بيلف فالحاكم يرجع للفار ويحسبها راكل الجزاء يجي منها الجول التاني وعشان اكون واضح بس انا مش بقلل خالص من حجم الانجاز اللي منشاستر نايتد عملون بها بالعكس انا بحاول قبرس جزء مش طبيعي في الكورة صعبة قوي مهما حاولت انك تفسره بالذات لما تضيف على ده ان منشاستر نايتد بدأ المباراة غايب عنه عشر لعيبة على الاقل ستة او خمسة منهم اساسيين انت فاهم يعني ايه ان منشاستر نايتد الفريق اللي بينافس على المركز الرابع في الدوري الانجليزي يغيب عدنه مارسيال ولينجرد وبوكبا وماتش وهيريرا من الاساسي وسانشيز وماتا ودورميان وفالانسيا وجونز من الدكة لا ويارك باقيه كمان يتصف الديقه ستة وتلاتين ويكسب باريس سان جرمان في باريس تلاتة وايه حاجة ماينفعش تخش العقل يا جماعة ده في شوية لعيبة نزده في اخرا عشر دقيقه انا عمري في حياتي ما سمعت اسمهم قبل كده اصلا تهيد تشونج اللي لعب تسعة وعشرين ديئة من بداية الموسم لحد النهاردة في كل البطولات وميسن جرينوود اللي عنده 17 سنة واول مرة ينزل الملعب بخميس منشستر ينايتد اصلا طب تعالوا وبص على الاحصيات اللي عارف ان هي فوقت كتير مليهاش اي قيمة اصلا باريس استحوز على 72% من الكورة وسدد 12 تزديدة وسبع لعيبة من 11 اجمالي تمركزهم على مدار التسعين ديئة كان في نص ملعب ينايتد يا جماعة باريس ان جرمان اصبح اول فريق في تاريخ دوري الابطال يكسب 2-0 خارج ملعبه في المباراة الاولى وبعد كده ما يتاهل فلما يجي لك وعد بعد كده ويقول لك الساحرة المستديرة متقولش ده بيبالغ لان الكورة دي لازم نتفق ان هي عندها حالة من الجنون الرسم ومبارح كان على شكل مشجع باريسي واقف مصدوم مش مسده اللي بيحصل قدام عينيه ومشجع مانشستراوي بيتنطط زي المجانين وبيزعق وبيصوت وبرده مش مسده عينيه ولكن بعد كل الكلام اللي انا قلتوا من بداية الحلقة لغاية دلوقتي فمفيش غير حاجة واحدة بس صح لازم اعملها وهي اني اقوم من عالكرسي ده وسقف احتراماً للي سولتشاير بيعمله من ساعة ماماضة يونيتد وقلع له القبعة كمان سولتشاير جي منشستر واستلم فريق مضمر نفسياً وبدنياً وذهنياً وكراوياً وتكتيكياً وتحت الاسفل وحوله لفريق كرة اي الموضوع خرج من زمان من مجرد ردت فعل العيبها مكادش مفتوطة مع مدرد سولتشاير لاعت مع مانشستر اينايتد لغاية دلوقتي في كل البطولات تسع ماتشات خارج ارضه وكسبهم كلهم وسجل 23 جول ودخل فيها 4 الراجل قدر ان هو يخلق فريق بروح وشخصية قتالية مش طبيعية ودي طبعاً الناحة التانية سمات بعيدة كل البعد عن باريس سن جلمان والعب اللي لما كانوا تحت ضغط قبل المباراة الأولى في غياب نجومهم زي نيمار وكفاني والناس كلها بتقول ان هما مش هيقداروا ويلعبوا ومش هيقداروا ويكسبوا في أول ترافرد قدموا مباراة بتعكس مدى الجودة الفنية العالية جداً اللي عند مجموعة اللعيبة دي ولكن لما جوم بقى على ملعبهم وكان قدامهم منافس مكسور ومجروح وفي نفسه الأخير بدأت تظهر على متن عدم الروح وشخصية قتالية والتناكة والاستهطار فاخدوا فوق دماغهم يا جماعة داريال مادريد اللي واخد البتولة دي ثلاث مرات وارا بعد لما خسر وخرج على أرضه أربعة واحد ضد آيكس اللي عمل مباراة تاريخية ولعب كرة عالمية بمجموعة من لعيبة الحريفة قوي ومهاراتهم عالية قوي محدش عارف في لقيلهم عظام عايز تفهمني بقى انك ممكن تلاقي عذر الفاريس سان جرمان اللي بيلعب ضد تشكيلة يونايتد اللي بدأت الماتش دي وهو متفوق عليهم 2-0 في الماتش الأول أكيد طبعا ممكن نقعد ونتجادل في صحة راكلة الجزاء من عدمها ولكن الجدل ده عمره ما يخرج من إطار جدال طبيعي في قوانين كرة القدم اللي أوقات كتير بنحس إنها مش سبتة إنما تيجي تقولي بعد كل الكلام اللي قلناه النهاردة ده إنكوا تظلمتوا فصدقني مفيش أي حد هيسمعلك أصلا يا عمل إيمار وطبعا يعني قرار راكلة جزاء يونايتد ضد فاريس سان جرمان كان الأكثر جدا للمبارح بس بالنسبة للناس الغلبة لزي حالتي اللي كانوا بتفرجوا علامات شروما وبرتو فكان فيه برضو في آخر دقايق قرارات عليها جدا راكلة جزاء بتأكس كمية سازاجة واستهتار عند ابن النادي وكابتن المستقبل فلورنزي حسبها حاكم المباراة بعدما رجع للفار وشاف شد إنما اللي هيطير برج من أبراج نفوخي إن بعدها بدقيقتين بس عناية المنحزة تماما شافت راكل الجزاء صحيحة لرما بنسبة 100% وبعدما الحاكم وقف المطش دقيقة كاملة قالوله في السماعة لأ ما فيهاش حاجة ومش محتاج حتى تشوفها والله يعرف الفاكر كلامي كويس قوي إن قلت إن الفار هيقلل الأخطاء التحكمية بس عمرو ما هيلغيها عارف لو راح شافها وقال ما فيهاش حاجة كنت بلعت ريقي وسكت إنما إن هما يقولوله في السماعة متروحش تشوفها أصلا والمسئولية مسئوليته هو ده اللي هيجنن عادي يا جماعة يعني ما أنتم بتوعودوا تشتيكم التحكم صبح وليل فما تجوش عليها في المرة الوحيدة اللي هتكلم فيها في السنة أصلي اللي هيجننني زيادة إن سهلة قوي إن روما يروحوا يلعبوا مطش وحش ضد بورتو في بورتو فيخسروا ويروحوا نتيجة طبيعية جدا لمشروع فاشل وإدارة بتديوا عود في الهوا ومدرب عقيم فكرياً ولعيبة ما عندهاش ريحة الدم وإمكانياتها محدودة بس أكيد لا طبعاً مش ده اللي هيحصل ليه كتب علي سيناريو طبيعي ووزعها على الخسارة وخلاص لا لازم طبعاً إن بعد تسعين ديئة بورتو كان الأفضل فيها بالطول والعرض لدرجة إن كل اللي عدته غير كاسيس يعني وحتى اللي نزلوا من عدكة شاطو شوطة يجيلك اكستر تايم جيك ويضيع فين فرطين ويتحسب عليك ركل الجزاء بالفار والكرة اللي فيها شكل مصلحتك الحكم أصلاً مايروحش يشوفها عارف لما تحس إن الكون كله بيتأمر عليك وعايز يكئبك ويدفعك للجنون بس في الآخر بورتو اللي صعد و بورتو اللي يستحق لأن روما بيقدم موسم كارثي صعب قوي إن أنا أتكلم عنيه دلوقتي ولازم أتكلم عنيه في حلقة لوحدة في فرصة ثانية كده هيكون رايق وصوتي موجودة عشان أعرف عمبه لأن العلم يعني مع شتان الفارق في الإمكانيات بس موسم روما الحالي شبه قوي موسم ريال مدريد الحالي بعد الموسم اللي فيه إدارة بترتكب كوارث في المركاتو ينتج عنه فشل ذريع في الدوري والكاس ولكن بيجي نجاح مبهر وغير متوقع في دوري الأبطال فبيغطي ويغلوش على كل المصائب اللي كان بتحصل فمحدش يتطاعز والكل يكمل في طريقه لحد ما المركب تغرق خلص وطبعا غرقان مركب روما ممكن يكون معناها إن مفيش دوري أبطال أصل الساق جاية وعلى قد ما ده بيقهرني على قد ما هي الحاجة الوحيدة اللي بتطفي ناري لإني عارف إن مش هيخش جيب بلوتا يورو كمان من دوري الأبطال وساعتها بقى يعرف يصرف على قد يجيبه بجد وقبل الختام في حاجة كمان الله العظيم الكرة دي فعلا مش طبعا يعني جي جي بوفون واحد من أفضل حراس المرمى وعلامة في كرة القدم وفي رأيه هو أفضل حارس المرمى في تاريخ الكرة أصلا بعد ما كبر في السن وقضى سنين طويلة مع اليوفي قرر إن هو يسيبهم ويروح باريس سان جرمان علشان يبحث عن اللقب اللي معاند معاه في مسيرته كلها تشاء لعنة الساحرة المستديرة إنه لما فرقيته تخرج من دوري الأبطال تخرج بغلطة جاسيمة هو السبب فيها وما يعملاش حارس المرمى في دوري مدارس مفيش كلام بصراحة ممكن يواسي بوفون واعتقد إن حانا وقت الاعتزال كده أنا خلصت كل الكلام اللي عندي وحلقة النهاردة مش هيكون فيها أي كلام زيادة بعد ما قفل الكاميرا لأنه بصراحة ما عنديش حاجة أولها كويس قوي إن أنا عادت على الكرسي النهاردة وقلت اللي أنا قلت وصورت الحلقة دي ودلوقت عادة منتج وإن شاء الله تنزل النهاردة بالليل سلام